من مقر غرفة التجارة والصناعة في بيروت وشبل لبنان الأرقام لوحدها تكلمت لكن مع مؤشرات نزولية وذلك في خلال الإعلان عن الإصدار الرابع من مؤشر بيع التجزئة في لبنان عن النصف الثاني من 2016 والصادر عن الجمعية اللبنانية لترخيص الامتياز الـ FA رئيس الجمعية شارل عربيد رأى أن التراجع في المؤشرات يثبت أن تجارة التجزئة لازالت تعاني من حالة ركود لسنة الرابعة على التوالي أخطر ما يواجه إقصادنا الوطني في هذه الحقبة هو أن يفقد مكانته التنافسية في المنطقة وفي محيطه العربي عامة الأرقام كشفت أن مؤشر مبيعات المواد الغذائية والمشروبات كان الأفضل فارتفع 14% في 2016 عن مستوى 2015 وارتفع أيضا مؤشر مبيعات مستلزمات الرياضة والهويات ومؤشر مبيعات الخدمات الطبية إلا أن جميع هذه المؤشرات الثلاثة بقيت أدنى من مستواها في سنة الأساس رئيس الاتحاد الغرف محمد شئير رأى أن المشكلة تحتاج إلى خطة طوارئ اقتصادية متكاملة المؤسسات الشرعية الموصفة لبنانية التي تدفع ضمان وضريبة وتفقاها هذه تتراجع والمهربجية والمؤسسات الغير شرعية التي تقوى التي تريد أن نعملها الآن للحكومة التي تضعف هذه المؤسسات ونضعها باقي عليها الخبير الاقتصادي ألبير نصر كشف أن التراجع طال مؤشر مبيعات الألبسة وتوابعها ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية والسلع الكمالية والخدمات الفندقية والسياحية طبعاً يعني المسار الانحداري مستمر وأن بوتيرة يمكن أخف وقال نصر أنه بين تسع مؤشرات تناولها التقرير هناك ست مؤشرات انخفضت الصورة السودوية تظهر من خلال تراجع الحركة في شهر كنون الأول يناير 2016 وهو الشهر الذي يسهم بالنسبة الأكبر لمبيعات التجزئة فجاء مخيباً لتوقعات مؤسسات تجارة التجزئة في قطاعات خمس أساسية